بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصر في التربية الخاصة وهنا ننتقل إلى الوحدة الخامسة قضايا ومشكلات الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الأول مفهوم قضية الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة طبعا يعتبر موضوع الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة من الموضوعات الهامة في ميدان التربية الخاصة إذ يعود إلى عدد من الأسباب أهمها العوامل التي أدت إلى ظهور تلك الاتجاهات سواء كانت سلبية أم إيجابية ثم النتائج والآثار المترتبة على تلك الاتجاهات بنوعية سواء الإيجابية أو السلبية ومن هنا اعتبر موضوع الاتجاهات موضوعا يثير الكثير من الأسئلة والأجوب المختلفة نحو فئات الأطفال ذوي الإعاق على مر العصور المختلفة ومن قبل الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الرسمية وغير الرسمية طبعا طهرت عدد من التعريفات للاتجاه نتناول هذا التعريف ألا وهو تعريف الاتجاه نزعة الفرد أو ميلو للاستجابة بطريقة سلبية وإيجابية نحو موضوع ما الآن لو انتقلنا نرى بعض العوامل التي تؤثر في الاتجاه يتأثر الاتجاه بعدد من العوامل والخبرات التي تمر بها الفرد أو الجماعة فغالبا ما تؤثر العوامل الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية في تكوين الاتجاه عند هذا الفرد الآن لو دخلنا لنتكلم عن بعض الاتجاهات أول شيء طبعا لماذا اعتبرت الاتجاهات قضية هامة من قضايا التربية الخاصة ولماذا ظهرت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بكثرة وما هي النتائج المترتبة على تكوين اتجاهات سلبية وإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة طبعا هذه الأسئلة وغيرها تعكس لنا أهمية قضية الاتجاهات في أوسط التربية الخاصة بسبب أن هناك عدد من القرارات المترتبة على تلك الاتجاهات سواء كانت سلبية أو ميجابية فلو تناولنا الآن بعض الاتجاهات السلبية نحو الأطفال ذوي الإعاقة نشاهد منها الإهمال الرفض القلق الإنكار العزل هذه كلها من الاتجاهات السلبية نحو الأطفال ذوي الإعاقة أيضا لو تناولنا بعض الاتجاهات الإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة نعم الاهتمام بهم فتح المراكز الخاصة بهم الدمج الأكاديمي والاجتماعي ظهور القوانين تكفي الحقوقهم إعداد الكوادر المتخصة كل هذه من الاتجاهات الإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة الآن لو نظرنا إلى تطور الاتجاهات من السلبية إلى الإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة ألا وهو تطور تاريخي طبعا اختلفت نظرة الأفراد والجماعات حقيقة عبر العصور نحو الأطفال ذوي الإعاقة وتباينت الاتجاهات نحوهم من السلبية إلى الإيجابية ففي الماضي البعيد كان التخلص من هؤلاء الأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أفراد غير صالحين للمجتمع بل عالة على المجتمع كانوا يعتبرونهم وليس لهم قيمة اجتماعية أو عسكرية أما في عهد الديانات السماوية تمثلت الاتجاهات بالاهتمام بهم ومعاملتهم بطريقة إنسانية تحفظ كرامتهم فظهرت الملاجئ والمعونات الشهرية لهم ورعايتهم تربويا ولكن مع أواصط القرن السادس والسابع عشر ظهرت اتجاهات سلبية نحو الأطفال ذوي الإعاقة والتي عرفت بعصر السلاسل والحديد تمثلت اتجاهات بالإهمال والتخلص منهم من الأطفال ذوي الإعاقة وبقي الأمر كذلك حتى أتى عندي حركات الإصلاح يعني ظهرت حركات الإصلاح كالثورة الفرنسية والأمريكية في القرن الثامن والتاسع عشر وظهرت الاتجاهة الإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة تمثلت في فتح المراكز الممسات الخاصة بهم طبعا بعد ذلك العصور الحديثة تمثلت في الاتجاهات في ظهور برامج تربوية وتعليمية وصحية وقوانين خاصة بذوي الإعاقة